السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وإيات الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والصدق والإخلاص والقبول وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه يسعدني أن أستقل الاتصال الأول السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا عندي سؤال تفضل يا أنا معي عمتي جزة سعيبها من 18 سنة نعم جزة سعيبها من 18 سنة يعني طلقها لا سيدة معلطة طيب وتاب معها خمس بنات وثلاث أولاد وبعد كده هو مش بيصرف عليه خالص يعني وهي جوزت تلت بنات منهم وهو يعني أبويا كان يعني بيصرف على عيالها وزا كده يعني بس وبعد رقيه هو من كم شهر مات جوزة نعم من كم شهر مات جوزة نعم من كم شهر الشهر اللي تات يعني أيوة مات جوزة مات زوجها يا اه إذا هي عليها حداد برقي ولا تحاضر طبعه أسمحة سؤال تاني أنا أبويا بيستغل في مخبز وهو المخبز يعني بدخل بتاعه يعني على آس مش بيكفي يعني إن هو يورد به الدقيق تاني فبيضطر إن هو يبيع الدقيق أشو خاطر يقدر إن هو يورد به فهل هذا حرامة محلال خاطر طيب نستقبل تصالي آخر السلام عليكم أشكو عليكم السلام ورحمة الله وبركاتك الشيخ محمد حسين معي نعم حياك الله يا شخ محمد الله يبركيك أبارك الله فيك وضع الله من أنسار آمين أرجوك يا شخ محمد أرجوك والله أنا معايا مشكلة حضرتك صعبة جدا طبعه ياريت ممكن تستقبل مني تصال بعض البرنامج شاء الله شاء الله أرجوك معاك يا شخ محمد أرجوك والله مشكلة صعبة حاضر حاضر طيب نستقبل تصالي آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا والله أنا بحبك والله بحبك يعلم الله بحبك قوي 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 أحبك الذي يحتني فيه الله يبرك فيك الله يبرك فيك عم الشيخ إلا عم الشيخ أنا معي سؤال ممكن آي نعم إلا أنا عز أعرف يعني الرشوة إنت الجوز وإنت لا تجوز حاضر عشان أنا شغال مع جماعة كده وهم بيسهلوا أمورهم إنهم يدفعوا فلوس لناس يعني خلاص حاضر السؤال واضح جزاك الله وخير طيب نستقبل وصالة آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيديك الشيخ محمد مرحبا أهلا وسهلا أنا عندي عدة أسئلة كده فضل أنا أبوي شغال طبيب نعم أبوي طبيب آي نعم ورح يكشف على وحده فلقها ميتة بسبب وقد حقنا غلق نعم فما أخبروش أهلا بذلك فالله كده مفوضي أخبرهم ولا لأ ولا طيب حاضر حاضر طيب نستقبل وصالة آخر السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا عليكم معك حاضر نعم أنا ملائك من جميع حاضر كان عندي فكرة عن المية كده توفير المية أعرفش أعطاه ستك الوقت نعم سؤال تاني مرة أخرى عندي فكرة لترشيد مياه الشرب فكرة لإيه تنظيف توفير مياه الشرب توفير مياه الشرب إن شاء الله أيوة أطرح على حضفك يعني طب خلاص لو كانت من السؤال يبقى بعد الحلقة إن شاء الله الله يبارك فيك روح أزاك الله وخيرا نستقبل اصلاً آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم Mustang ورحمة الله وبركاته يا شيخ أهلا وسهلا سهلا أهلا بيك يا شيخ حيّاك الله حيّاكم الله اللي يحييك ويبارك فيك يا شيخ أنا يا شيخ أنا عملة عملية في ايدي وبعدين الشيخ كل نهار بيقول اللي بيعد وبيصلي نفف أجري يعني وأنا عملية في ايدي يعني وما قدر أصل وانا وقفة. حاضر. وبركز اعمل على الارض يعني. حاضر. يعني ايه الحكم في كده يا شيخ. حاضر. سيجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زيك يا ابي. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. الله يبرك فيك. والله انا بنحب بنحب قناة الرحمة كل اللي بيقول قال الله وقال الرسول والله بنحبه في الله. ربنا يسترنوا اياكم في الدنيا والاخر. عاوزك تدعي لي كده وتدعي البنات ان هم يعني يكملوا حفظ القرآن على خير. ان شاء الله. وعلي سؤالين يا شيخ الله يبرك لك. نعم. انا بالوقت يعني انا جودي زودي ليه مراس عند اهله. نعم. فاخول كبيره او اخواته. علشان هو طلع من البلد هو واخله. ما 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 دلوش اي حاجة. نعم. ما ولا ولا اراضي ولا. انت عارف الفلاحين يعني بيوب عندهم قطيان وكده. فجل ابوك اه جل ما اللي طلع ما ياخدش. ما ان هم طلعين برياضاهم يعني. نعم. هم توظفوا في 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 بلد وطلعنا. فما في مرضوش يدونا اي حاجة. واخوه جال لو ابو يا طلع من من الكابر. قال اديله. ما ادي الحد في هم مش هديله. نعم. فجودي انا انا مملكش اللي بيت. وانا وجودي بنشتغله. يعني انا بشتغله وبحط في البيت زي زي جودي. فجودي اه جل قلت له اكتب لنص البيت. نعم. يعني حاجة شغلي. فا اخويا اه قلت له اكتب 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 وتكتب البيج للتلات بنات. لان انا عن هم ان هم. قال له انت بتدور على مراسل ايه? احنا كده كده هنورسوك. كده كده هنورسوك. لان عشان ان انا ماما عيش على لتلات بنات. فا فجودي قال لليه حاجة ياخده. انا هم عصوا ربنا انا عمر مهعصا. نعم. فهل انا من حاجة شغل مع ان انا مملكش هلالبيت وبحت عفش وبحت ذهب وبحت كل حاجة عشان انا كدت ساكنة. انا كدت ساكنة. بحت كل حاج عشان يبالي بيت عشان يبالي بيت مستقلبية وبولده وبزوج. هل هم ليهم حاجة فيه? مع انه مع العلم انه هم واخدين فادة دين. مش مش بيت. فادة دين وبيوت يا شيخ. قال ان انا اكتب البيت باسم ولادي مع ان انا مشتركة فيه زي زي جود. مش انت عندك اولاد ذكور وبنات? لا انا عندي عندي ثلاث بنات بس يا شيخ. طيب 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 حاضر. طيب نستقبل اتصالة اخر? السلام عليكم. مرحبا. الله يبرك فيك. ابنك منصور منصوري. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك عم الحشية. اصلا اعوذ بالله. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. طيب طيب طيب. اللهم ثبتنا على الحق. ونجينا يا رب. طيب نستقبل اتصالة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. مرحبا. كل عمو حضرتك بخير. الله يصطرق. اهلا وسهلا. انا واشيخنا الافاضل كلكم جزاكم الله كل خير. وإياكم. الله يعز حضرتك. كنت عايز بازم حضرتك في بعض اسئلة لو اتبتع ليه صادرك يعني. دعم. اول حاجة يعني انا بعمل الناس كلها بحسن نية. نعم. وبتعشم الخير او في الكل فبقدم اكتر مقدر يعني مقدر عني من حاجات كويسة. واحيانا كتير بتصدم في اللي بتعمل مع ده. بالعكس انا بتظلم. فانا نفسي احيانا برضو بيسعب علي ومش ببقى عارف اعمل ايه. فعايزة بعد ربنا سبحانه وتعالى حضرتك ترشدني اللي عامله انا في نفسي بحيس انا ما حسش بديء. ويعني والامور تبقى بنسبالي ثالثة. نعم. ما دعالش من اللي قدمت له وما يعني ما حسنش التاني حاجة كنت عايزة ازن حضرتك بالنسبة للزوجي. هو طبعا انا يعني في بداية زواجنا كمان كان احترام ليه جامد جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى فكنت وانا بنت منزل دروس وكده في الجامعة. بعد ما انت زواجت مبقيتش بنزل خالص. نعم. فحصل مشاكل وكزا وانتقلنا كنا في بيت عيلة يعني. وبعدين استديت بفضل الله ربنا منع علي باني حضرت الدروس وبستديت اعلم حاجات انا مكنتش بعلامة في ديني. بعد كده الزوجي ده ضيقه. فما بقاش عايزني انزل خالص. نعم. فانا ما بنزلش خالص. حتى لو الفرصة في اختارت وهمش موجود. ببقى خايف انزل عشان خاطر ما ما شلش وزر. فحضرتك شايف هل استعين بالله وانزل. يعني اعمل ايه في الامر تالي? انا متضايقة من عدم نزولي. لانه كان بيعد علي بعد ربنا بفايدة. لازل كان بيصلح في امور ديني وحياتي وكل حاجة. واولادي. طيب. طيب. التالت حاجة بس انا زوجي لما تزوجنا كنت اه وضعها معاها بمبلغ مالي. يعني انا ساعدته بمبلغ مالي. عشان نبني الشقة اللي تزوجنا فيها في بيت العيلة. وبعد كده العيلة اخدتها يعني اه سلبوها بمعنى اصح. فانا موقفي ايه من المادية اللي انا اللي تهيله. هذك شايف اعمل ايه او انا ايه مثلا حقي بس. حتى تنزل عنه برحتي انا. حاط. جزاك الله كل خير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقل السلام الاخر. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي فضيلتك. يا مرحبا. ان احبك في الله والله. احبك الذي احبتني فيه. ازاك الله كل خير على هذه القناة الجميلة والله يا شيخ. اياكم الله يبارك فيك. اه ممكن يسأل حضرتك يا شيخ. نعم. حضرتك انا موظف. اي نعم. وعندنا في المصلحة انشأوا صندوق سموه صندوق الرعاية الاجتماعية. اي نعم. وكل شهر بيخصموا ثلاثين في من المرتب. صندوق اه اجتماعي يعني الرعاية الاجتماعية. صندوق سموه صندوق الرعاية الاجتماعية. طيب. وابناء على احساس انهم يخصموا ثلاثين فينمية من المرتب كل شهر. اي نعم. فحضرتك واخر اه انتهاء الخدمة يعني بيدونا مبلغ اكبر من اللي هم مخصموا. اي نعم. فحضرتك مش عارف والله انا مش مرتاح للموضوع دي. فمش عارف. هل هذا الهل الاشتراك اجباري ولا اختياري. والله يا شيخ. وما قالوا الكل يشترك بس المش عايز ليه حروت الاختيار بس يقدم تظلم يعني. اه لكن مش اجباري لاي حد يدخل. اه. خلاص يعني الامر فيه سعب فضل الله. طيب حاضر. طيب حاضرتك يعني اريحني اراحك الله. طيب حاضر حاضر. بخير يا شيخ. حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابة على هذا القدر الكبير من الاسئلة. سلام عليكم. نعم عليكم. سلام. جميلانا. اهلا وسهلا. كلاما انت بخير. وانت بخير الله بارك فيه. اصل الله عز وجل ان يزيد قلبك وجهك نورا. امين يا رب. على نور. امين يا رب. واصل الله عز وجل ان يتم شفاء الشيخ ابو وسحق على خير ان شاء الله. امين يا رب. وان يرضه لنا سالما غانما. امين. امين. وجميع اهمة المسلمين. جزاك الله خير. وجزاك الله كلمة كمان. يا ربني عزك. امين. سؤال بس الله يكرمك. نعم. اولا الله يكرمك نصلك الدعاء بالزوجة. نعم. بشفاء. وان يرزقنا الذرية الصالحة ان شاء الله. اشان الله ان يشفيها وان يرزقكم الذرية الصالحة. قطع الاتصال الطيب نستقبل الاتصالا اخيرا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا نعم القضاء عليكم السلام ورحمة الله الشيخ محمد تخضر كيف حالك بخير الله يبرح فيك عزاك الله خير اهلا ارزاك الله الله يرزقك بالزرية الصالح أسأل الله أن أجبرك بالزوجة الصالحة والذرية الصالح والله أني أحبك في الله يا شيخ محمد أحبك الذي أحتني فيه جزاك الله أنا أكلمك على من الكويت أهلا وسهلا مرحبا خلياكم الله ربنا بارك فيك أشكر الله لك جزاك الله خير وإياكم وإياكم طيب نكتفي بهذا القدر وأعتذر الإخواني وأخواتي لأن الأسئلة كثيرة والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد وأن يستخرج مني ما يرضيه عني وما يدل به الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه سؤال أول هل الفتن الموجودة في هذا الزمان وجدته مكتوبا على المكتب هنا في القناة هل الفتن الموجودة في هذا الزمان تبيح التجاوزات في الخطبة الشرعية من اختلاط برجال ونساء ومهال حدود الشرع في الخطبة والجواب المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء يجب عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية من حدود الله تبارك وتعالى والتي شرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا جوز أبدا للمسلم بدعوى أنه يعيش في فتن أن يرتكب الحرام أو أن يفعل المعاصي فشرع الله تبارك وتعالى يصلح كل زمان ومكان يصلح كل زمان ومكان ولا جوز للمسلم البتة بدعوى أنه يعيش زمان الفتن أن يتفلت من الضوابط الشرعية أن يرتكب الحرام وأن لا يفعل الحلال وأن لا يأتمر بالأمر وأن لا يجتنب النهي وأن لا يقف عند الحد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف الله تبارك وتعالى المكلفين من العباد إلا بما يطيقونه وبما يقدرون على فعله في زمن الفتن أو في غير زمن الفتن فلا يجوز للخاطب أن يتجاوز الحدود الشرعية في الخطبة بدعوى أنه يتعرض للفتن فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يحافظ على الصلوات في جماعة وأن يحافظ على العبادة وأن يحافظ على الصحبة الصالحة وأن يستعين الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء وأن يستعين الله تبارك وتعالى بقراءة ورد يومي من القرآن وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على الصيام إلى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الثبات في الفتن لكن لا يجوز له أبدا أن يتجاوز الحدود الشرعية فالمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا يجوز للخاطب البتة أن يخلو بمخطوبته بعد أن يراها رؤية شرعية يطمئن إليها وتطمئن هي إليه لا يجوز له بعد ذلك أن يسافر بها أو أن يخلو بها إلى هذه المخالفات الشرعية المعروفة التي وقع فيها كثير من البيوت ثم بعد ذلك تقع المصائب وتقع الفتن العظيمة ولا يلوم الإنسان بعد ذلك إلا نفسه فلا يجوز لبيت مسلم يتق الله ويخشى الله أن يسمح للخاطب أن يخلو بابنتهم المخطوبة وإنما لا حرج أن يجلس معه في وجود محرم من المحارم مرة أو مرتين أو ثلاثا بحيث يطمئن إليها وتطمئن إليه ويراها وتراه كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أما أن يخلو بها خلوة تامة وأن تتجاهل الأسرة وجود هذا الخاطب الأجنبي مع ابنتهم بلا محرم وفي خلوة كاملة بدعوى أنه خطبها فهذا حرام شرعا ولا يجوز البتة لبيت أن يفعل ذلك فما حدث خلل في بيت من البيوت إلا لخروج هذا البيت عن حدود الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم للحق ردا جميلة فالحدود الشرعية في الخطبة أن يرى الخاطب مخطوبته وأن تراها وأن يطمئن كل منهما إلى الآخر ولا زيادة على ذلك إلى أن يعقد عليها العقد الشرعي فلا يحل له بعد ذلك أي شيء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح أولادنا وشبابنا أنه على كل شيء قدير ما هي كتب العقيدة الميسرة في الشرح؟ أنصح بكتاب العقيدة الواسطية بشرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة فو من الكتب الميسرة جدا في الشرح وأتصور أن طالب العلم أو طالبة العلم إذا قرأ هذا الكتاب بشيء من التدبر والتأني لا يحتاج إن شاء الله تعالى إلى شيخ من المشايخ وإن يحتاج فعليه أن يتابع أشريطة الشيخ أيضا فهي مشروحة وموجودة بفضل الله تبارك وتعالى وأسأل الله نرحم الشيخ رحمة واسعة سؤال عن مات تركها زوجها كالمعلقة ولا ينفق عليها ولا على أولادها منذ سنوات ثم مات هذا الرجل فهل على الزوجة من شيء؟ نعم طالما أنها لا زالت زوجة له لم يطلقها فهي زوجته ويأثم هو بتركها كالمعلقة لكن لا يحل لها أن تفعل شيئا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى ومخالفا لهذا الميثاق الغليظ فهي لا زالت زوجة لهذا الرجل إلى أن يموت وبعد الموت كذلك يجب عليها أن تعتد عليه عدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها أربعة أشهر وعشرة وعليها أن تتق الله تبارك وتعالى ليس معنى أن الزوج تركها وظلمها فليتحمل هو نتيجة ظلمه بين يدي الحق تبارك وتعالى لكن عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وعليها أن تتق الله تبارك وتعالى في ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على الحق وأن يسطرها في الدنيا الآخرة وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والدي يعمل في مخبز ويبيع بعض الدقيق الذي يأخذه من حصة المخبز كدقيق مدعم والجواب هل يجوز له أن يبيع هذا الدقيق والجواب لا لا يجوز له أن يبيع هذا الدقيق المدعم الذي تمنحه له الحكومة ليقدمه خبزا لهؤلاء الفقراء الذين يقفون بالطوابير الطويلة على المخابز وعلى رغيف الخبز فلا يحل له أن يبيع هذا الدقيق لأنه ما أخذه ليبيعه وإنما يجب عليه أن يقدمه كرغيف خبز بالمواصفات المطلوبة بل وبأعلى من المواصفات المطلوبة هذا إن راقب الله سبحانه وتعالى وابتغى بعمله وجه الله عز وجل وبعض الإخوة يقول ربما يخسر لا أنا لا أفهم هذا أنا أفهم أن هذه الحصة مهما كان قدرها ما دامت مدعمة وما قدمت إلى المخبز وصاحب المخبز إلا ليقدم هذا الدقيق خبزا للفقراء والمحتاجين بالسعر المحدد فيجب عليه أن يلتزم بذلك وأن يتق الله تبارك وتعالى في قوت الفقراء والمساكين وأسأل الله أن يوسع عليه وأن يرزق نوائيه الحلال الطيب إنه وليو ذلك والقادر عليه الرشوة متى تجوز ومتى لا تجوز فصلت في هذه المسألة قبل ذلك تفصيلا ولا تسع الوقت الآن للتفصيل لكن باختصار شديد يا أخي ما عليه جماهير أهل العلم وما عليه المحققون من أهل العلم أن الرشوة التي تدفع أو الرشوة بكسر الراء أيضا وكلاهما صحيح أن الرشوة أو الرشوة التي تقدم للحصول على حق الغير أو لإبطال حق الغير يعني أنت تدفع مالا لتحرم غيرك من حقه أو تدفع مالا لتحصل على حق لغيرك ليس من حقك أنت هذه الرشوة أو الرشوة وهي حرام على الراشي والمرتشي فالراشي والمرتشي في النار إن لم يتوب إلى العزيز الغفار أما إن اضطر الإنسان أن يدفع مالا للحصول على حقه هو الذي حاول بكل السبل أن يصل إليه فلم يتمكن ولم يجد أمامه سبيلا إلا هذا السبيل بعد أن سلك كل السبل المشروعة واضطر اضطرارا أن يدفع مبلغا من المال للحصول على حقه هو دون أن يأخذ حق غيره فالمجامع الفقهية تقول بأن الإثم على من أخذ هذا المال لا على من اضطر إلى دفعه للوصول إلى حقه دون حق غيره والأدلة لا تسع الوقت لتفصيلها وقد فصلنا ذلك قبل ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الناس والأمة إلى الحق ردا جميلة وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يباعدن بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب إنه ولي ذلك والقادر عليه سؤال والد الأخ يقول والده طبيب وذهب للكشف على مرأة فوجدها ميتة لأنها أخذت حقنة من باب الخطأ فهل يخبر أهلها بذلك هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق يعني حتى فتوى الطبيب جزاه الله خيرا تحتاج إلى شيء من التحقيق هل قدر الله تبارك وتعالى فعلا الوفاة على هذه المرأة المتوفاة بسبب هذه الحقنة أم لا هذا أمر يحتاج إلى تحقيق ومن ثم فلا أستطيع الجواب على هذه المسألة لا أستطيع الجواب على هذه المسألة فإن كان الطبيب يعني على يقين على يقين على يقين أكررها ثلاثا بأن هذه المرأة المتوفاة قد أخذت دواء خطأ فعليه إن كان على يقين أن يتحقق أولا من هذا الطبيب الذي أعطاه هذا الدواء أو هذه الممرضة التي أعطتها هذه الحقنة ومن الذي وصف هل هو طبيب أم هو رجل عادي إلى غير ذلك يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تحري وتحتاج إلى تحقق ثم بعد ذلك تقدم هذه الحيثيات كاملة بشيء من التفصيل والأمانة لأي طالب علم أو لأي عالم من العلماء ليسحب الحكم الشرعي على هذا الواقع فأنا لا أتجرأ أبدا بالفتوى في هذه المسألة إلا بعد التحقق لأنه قد يطير جوابي قد يطير جوابي الآن وقد يتهم به أناس برآة وقد يؤخذ به أناس برآة فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعجل في مثل هذه المسائل وإنما يجب على أخينا الفاضل الطبيب أن يتحرى وأن يبحث وأن يتحقق وأن يكون أمينا في هذا البحث وفي نقل هذا الواقع لعالم من العلماء ليسحب الدليل الشرعي على هذا الواقع إذ لا يجوز للعالم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع المسؤول عنه أو المبحوث أو المدروس فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره ولذا فلا أستطيع الجواب على هذه المسألة إلا بهذه الحيثيات والله تعالى أعلم الأخت الفاضلة تسأل بأن عندها عملية في يدها عملية جراحية في يدها ولا تستطيع الصلاة قائمة لا تستطيع أن تصلي وهي قائمة أنا أقول لك أخت الكريمة إن كنت تقصدين بأنك لا تستطيعين النزول على الأرض وأن تضع يديك على الأرض أثناء السجود لجراحة في يدك أو لألم لا تتحملينه فلا إثم عليك ولا حرج أن تومئ برأسك قليلا في السجود وإن كنت كذلك لا تستطيعين وضع يديك على ركبتيك أثناء الركوع فلا حرج عليك أن تومئ برأسك قليلا دون أن يستوي ظهرك الشاهد القيام ركن من أركان الصلاة فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يترك هذا الركن من أركان الصلاة إلا لعذر إلا لعذر فإذا كانت أختنا الفضلة تستطيع القيامة فلتقم وإن كانت لا تستطيع الركوع فلتومئ برأسها لكن تقم ما دامت قادرة على القيام فواجب عليها القيام لكن إن كانت ليست قادرة على القيام فلا إثم عليها أما إن كانت قادرة على القيام فواجب عليها القيام وإن كانت قادرة على الركوع فواجب عليها الركوع لكن ليست قادرة على الركوع وإنما هي تقدر أن تقف فقط وأن تضع يدها على صدرها أو حتى لا تستطيع أن يدها أن تضع يدها على صدرها لا تستطيع وإنما هي تقف مرسلة يديها فلا إثم عليها ولا حرج ما دامت لا تستطيع لجراحة في يدها وعملية جراحية أن تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر فلا إثم عليها ولا حرج فلا إثم عليها ولا حرج فلترسل يديها والتقف هذا إن كانت قادرة على القيام فإن لم تكن قادرة على القيام وإنما هي تقدر فقط أن تركع فلتركع وإن كانت قادرة على القيام فلتقم إن لم تكن قادرة على الركوع فلتوم برأسها إن كانت قادرة على الركوع فلتركع إن كانت قادرة على السجد فلتسجد إن كانت ليست قادرة على السجد فلتوم برأسها ولا شيء عليها أشاهدوا أرجو أن يكون الجواب واضحا لا يسقط الواجب إلا بالعذر عنه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يتقبل منها وأرجو أن يكون جوابي واضحا لها طيب بقي جزء آخر في السؤال فهل لا نصف الأجر هذا سؤال مهم إن كانت الأخت أو إن كان المسلم أو المسلمة لا يستطيع القيامة وصل الفريض تجالسا من عذر عن القيام فله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى لما رواه البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح يا سلام على هذه البشرى الجميلة صلى الله على محمد الذي ما شرفت الأمة إلا به وما كرمت الأمة إلا به بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام راوى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فإن كانت الأخت مريضة لا تقدر على القيام وصلت قاعدة فأجرها كامل إن شاء الله تعالى أما إن صلت النافلة قاعدة من القدرة على القيام فلا إثم عليها ولا حرج يعني إن كان الإنسان قادرا على أن يصلي النافلة قائما لكنه صلى وهو جالس فلا حرج عليه والأجر صحيح وكامل إن شاء الله تعالى ومن أهل العلم أيضا من باب الأمانة من قال له نصف أجر القائم والله تبارك وتعالى واسع كريم سؤال الأخت تقول زوجي له ميراث عند أهله ولأنه طلع من البلد خرج يعني من بلده من بلد أسرته لم يعطوه شيئا وقالوا له أبوك آل ليطلع ما يخدش واخوه آل لو أبو يطلع من القبر مش هعطيه هذا كله ظل هذا كله ظل ظلم من الإخوة وظلم من الوالد إن قال الوالد ذلك وألزم أولاده بذلك فليس من حق الوالد أن يحرم أحدا من الورثة من الميراث والله تبارك وتعالى الذي شرع الميراث يعلم جل جلاله أن من الأبناء من سيكون برا ومن سيكون عاقا فلم يحرم الله تبارك وتعالى العاق من الميراث بدعوى عقوقه وإنما فليتحمل نتيجة عقوقه بين يدي الله سبحانه وتعالى فظلم من الوالد أن يحرم ابنا من أبنائه من الميراث وظلم من إخوانه أن يحرم أخاهم من حقه في ميراث والدهم ظلم منهم بل واسمعوا وعقوق منهم لوالدهم حتى بعد موته وعقوق منهم لوالدهم حتى بعد موته فعليهم إن كانوا بررة بأبيهم أن يعطوا حق أخيهم إليه في ميراث والدهم ووالده عليهم أن يكونوا بررة بأبيهم برد الحق إلى أخيهم فهذه من الصلة وهذا من البر لأبيهم بعد موته وهذا عقوق منهم أن يحبسوا الحق عن أخيهم بدعوى أنه ترك البيت وخرج من البلد فلاحل لهم هذا وهذا ظلم من الوالد إن أقره وطلبه وظلم من أولاده إن منعوا وحرموا أحد إخوانهم من الميراث فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يردوا الميراث إلى أهله وإلى أصحابه من إخوانهم وأخواتهم وأسأل الله سبحانه وتعالى إن يردنا اليوم إلى الحق ردا جميلا والله تبارك وتعالى يحذر من الظلم في آيات كثيرة ويحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الظلم في أحاديث كثيرة قال الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال الحق تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهذا أكل لأموال النسي بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فأسأل الله أن يرزقناكم الحلل الطيب وأن يجنبنا وإياكم الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه أما الشطر الثاني من السؤال ألا وهو أن هذا الزوج يمتلك بيتا فأختنا تريد الآن أن يكتب هذا البيت لبناته بنية أن يحرم الورثة الشرعيين بعد موته من المراث والأخ جزاه الله خيرا يرد عليها ويقول إن كان إخوانه قد ظلموه وحرموه فهو لا يريد أن يقع في مخالفة شرعية فجزاه الله خيرا وثبتنا الله وإياه على الحق لا ينبغي على الإطلاق أن نعالج الخطأ بخطأ وأن نعالج الحرام بحرام فإن ارتكب إخوانه محرما فلا يحل له شرعا أن يرتكب هو الحرام أو الغاية لا تبرر الوسيلة هذا هو المذهب الميكافلي الذي لا قبله ديننا ولا شرعنا بل الوسائل في شرعنا لها أحكام المقاصد فإن كانت الوسيلة محرمة صار المقصد محرما صار المقصد محرما ولو كان المقصد في ذاته حلالا أو مشروعا أو نبيلا أو شريفا لكن الوسيلة إلى هذا المقصد محرمة فيصبح حكم المقصد كحكم هذه الوسيلة المحرمة فلا يجوز أبدا أن نقول الغاية تبرر الوسيلة ما دام إخوانه قد ظلموه وقد أخذوا من الحق أن يأخذ حقا من له الحق بنص القرآن بدعوى أنه يريد أن يعوض ما فات هذا لا لق هذا هو المذهب الميكافلي الذي لا أصل له في ديننا ولا في شرعنا ولا في كلام نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لكن إن أراد الوالد في حياته أن يهب بناته أو أن يهب امرأته فلا إثم عليه ولا حرج بشرط أن تكون الهبة كاملة مستوفاة لشروطها بشرط أن تكون الهبة مستوفاة لشروطها أن يتملك الموهوب له هذه الهبة وأن ينتفع بها انتفاعا كاملا فإن وهب الوالد في حياته البنات شيئا من بيته أو من ملكه ووهب امرأته في حياته شيئا مما يملك فهذه هبة صحيحة ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى ولا حرج أما أن يكتب بنية أن يحرم من له الحق في المراث بعد الموت فهذا أيضا نوع من الظلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم وأن يجنبنا وإياكم الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا السؤال الذي يدمي القلب يقول كان معي أخ في الحج وتلفظ بسب الدين أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أنا أعجب في الحج يعني خرج لحج بيت الله الحرام ويسب دين الله سبحانه وتعالى من علمائنا من يقول سب الدين كفر كفر أكبر يخرج من الملة سب الدين كفر أكبر يخرج من الملة ومن علمائنا من قال بل يجب أن يذكر وأن تقام عليه الحجة فإن أصر بعد ذلك على سب الدين كفر كفرا أكبر يخرج من الملة وإن قال لا أعوذ بالله لا والله لا أقصد أن أسب دين الله وإنما هذه اللفظة خرجت مني كسبق لسان إلى غير ذلك أو كدليل على ضعف إيماني في قلبه تلفظ بهذه اللفظة في حال قلق أو في حال غضب إلى غير ذلك فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل وندم على هذه القولة الشنيعة واللفظة الفضيعة فأرجو الله أرجو الله أرجو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه أرجو أن أحذر من هذه اللفظة قضية سب الدين فسبوا الدين كفر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلا تستهينوا بهذا الأمر الخطير سب الدين كفر كفر يخرج من الملة فأرجو من المسلمين الذين وقر الإسلام فضلا عن الإيمان في قلوبهم أن يحذروا التلفظ بسب الله جل وعلا أو بسب دين الله جل وعلا أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر أكبر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا حكم الله تبارك وتعالى فإن قال الرجل لا والله لا أقصد ذلك بل أستغفر الله وندم على هذه اللفظة التي خرجت منه أو خرجت من لسانه فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الزيغ وأن يجنبنا الزلل إنه ولو ذلك والقادر عليه أعامل الناس بحسن نية وأحيانا اللي بعملوا بحسن نية ظلمني فيضيق صدري يا أختاه أنت ما دمت تفعلين الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فلا تندمي أبدا على فعل الخير ولو وقع هذا الخير في غير أهله ما دمت تبتغين بذلك وجه الله جل وعلا أنا أعلم أن ذلك يضيق الصدر أعلم أنه بالفطرة البشرية التي فطرنا عليها أن ذلك يضيق الصدر فلا شك ولا ريب أن لؤمة لؤمة وتمرد من تحسنين إليه أمر يدم القلب وما أقل الوفاء وما أقل الأوفياء وما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان ما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا وإياكم شرهم بما شاء وكيف شاء أصحاب القلوب الحاقدة وأصحاب القلوب الحاسدة الذين قد تحسن إليهم إحسانا لا منتهى له وقد يسيئون إليك إساءة لا منتهى لها هذا هو اللؤم بعينه وهذا هو عدم الوفاء بعينه ولا شك أنه يغر الصدر ويؤلم القلب ويدمي النفس ويبكي العين لكن لا يعني ذلك أن يمتنع الإنسان عن فعل الخير بدعوى أنه صار يخشى أنه إن فعل الخير سيقابل باللؤم وبالتمرد وأحيانا بالحسد وأحيانا بالحقد وأحيانا بالظلم كثير سألني والد فاضل من مدة قريبة وقال لا يحسدني إلا من أحسن إليهم ومن أعطيهم ليس معنى ذلك أن تمنع عطاءك عن أحد أبدا ما دمت ترى أنه يستحق العطاء ودع الأمر إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فلا يجوز بدعوى أن من نحسن إليهم ومن نعاملهم بحسن نية يسيئون إلينا ويظلموننا ليس معنى ذلك أن لا نفعل الخير وإنما يجب علينا أن نفعل الخير ما دمنا نبتغي به وجه الله أما إن كنا نفعل الخير ابتغاء المحمدة عند هؤلاء فهذا أصلا عمل حابط لأنه رياء لا أقبله رب الأرض والسماء قال تعالى أنا في الحديث القدسي الذي رأه مسلم وغيره وحديث أبي رير عن رسول الله عن رب العزة أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك فعلينا أن نبتغي بعملنا أن نبتغي بأعمالنا كلها وأقوالنا كلها وأحوالنا كلها وجه الله سبحانه وتعالى وأن نترك الأمر لله وأن نترك الخلق للخالق تبارك وتعالى لأننا لسنا قضاة وإنما علينا فقط أن نبلغ وأن نذكر وأن نفعل الخير وأن نترك النتائج والقلوب لمن بيده الأمر ولمن بيده القلوب سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدق يعني رجل عاهد الله عز وجل أن يخرج في جوف الليل وفي سواد الليل وأن يتصدق بصدق على أول من يمر عليه يضع الصدقة في يده فكان أول من مر عليه رجل غني فأضع الصدقة في يده فأوتيه أي في الليل وقيل له وهو نائم والذي يحكي لنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على غني النبي يقول فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على غني فسمع الرجل قال الحمد لله على غني على غني ثم قال لا أتصدقنا الليلة بصدقة لم يمنعه ذلك من أن يفعل الخير وخرج فيه الليلة أيضا فمر عليه رجل فضع الصدقة في يده فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق الليلة الأولى على غني والليلة التانية على سارق لا أتصدقنا الليلة بصدقة هو مصر لم يمنعه ذلك من فعل الخير فمرت عليه مرا فوضع الصدقة في يدها فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على زانية قال الحمد لله على زانية قال صلى الله عليه وسلم فقيل له أي في الرؤية أما صدقتك على غني فلعله يتصدق من ماله هذه تذكر له وأما صدقتك على سارق فلعله يمتنع بها عن السرقة وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف بها عن الزنا الله 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 رائع جميل يا أخي افعل الخير ولقد أمرنا ربنا تبارك تعالى بذلك في كلمتين بديعتين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فافعل الخير حتى لمن أساء إليك افعل وما أروع هذه الآية الكريمة لصديق الأمة حين منع صدقته عن مصطح ابن وثاثة فقال له ربنا تبارك تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله أكبر الذي وقع في عرض أم المؤمنين ومع ذلك لما نزلت إلى قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي ورد صدقته مرة أخرى إلى الرجل فلا ينبغي على الإطلاق أن تمنعنا إساءة المسيئين من الإحسان ابتغاء وجه رب العالمين وأعلم بأن إحسانك وأعلم بأن إحسانك لا يضيع البتة عند رب العالمين ما دمت قد ابتغيت بهذا الإحسان وهذا الفضل في القول والفعل والحال وجه الله سبحانه وتعالى كم نحسن إلى أناس ويسيئون إساءات بذيئة بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب وبالأحوال وربما ولا حول ولا قتل إلا بلا يخطط لك بعد ذلك لأنيل منك ليس معنى ذلك أن تكف عن الإحسان بعد ذلك للخلق لا بل داوم على إحسانك وداوم على فعل الخير وأعلم بأن الله ينجيك من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد الحاقدين الحاسدين الفجار بعملك الصالح الذي تبتغي به وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى والله أعلم زوجي يرفض نزولي للدروس وكذا فالأخت تقول هل أستعين بالله وأنزل الدروس والجواب لا لا تترك بيتك يا أختاه بغير إذن زوجك ولو كان خروجك للصلاة ولو كان خروجك لمجلس العلم لا يجوز للزوجة المسلمة التي تتق الله وتخشى الله وتراقب الله عز وجل أن تترك بيتها بغير إذن زوجها أبدا ولا يجوز لها أن تدخل أحدا بيتها إلا بإذن زوجها بشرط أن يكون هذا الإذن مضبوطا أو منضبطا بالضابط الشرعية وإلا فلو أذن الزوج لامرأته أن تدخل رجلا من غير المحارم إلى بيته فهذا إذن باطل هذا إذن ليس مشروعا والزوجة لا يحل لها أن تفعل هذا لأن الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام مقيدة قال إنما الطاعة في المعروف فلا يحل لمرأة تطيع زوجها إلا في المعروف إلا في طاعة الله فإن أمرها زوجها بمعصية الله فلا تطيعه وهي ليست آثمة إذا صلت المرأة خمسها وصامت المرأة شهرها وحصنت المرأة فرجها وفي لفظ وحفظت المرأة فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي فلا يحل للمسلمة التي تتق الله أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج ولو كان خرجها للصلاة في جامع ولو كان خرجها لمجلس عل لكن عليها أن تستأذنه وأن تطلب منه هذا في وقت تستطيع الزوجة الذكية أن تختاره ليقبل فيه زوجها مدامت لا تطلب إلا أمر مشروعا وعليه أيضا أقول للزوج قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله فلو استأذنت الزوجة زوجها لتخرج لدرس علم بالضوابط الشرعية لا سيما وأن زوجها لا يعلمها لا سيما وأن زوجها ليس عنده من العلم الشرعي ما يستطيع أن يرد به على زوجته إن سألته سؤالا شرعيا فلا يجوز له في هذه الحالة أن يمنع زوجته من الخروج إلى بيت من بيوت الله لتسمع عن الله وعن رسوله في مجلس علم لشيخ من المشايخ أو لأخت فاضلة من أخواتنا الفضليات في دروسهن المباركة العامرة فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى هذه المساجد والمجالس بطلب بنية طلب العلم وأنصح الأخت مرة أخرى أن لا تفارق بيتها حتى ولو لدرس العلم إلا بإذن الزوج ورضاه وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينهما دوما على الحق والخير أخت تقول بأنها ساعدت زوجها بمبلغ من المال لبناء الشقة ثم أخذ أهله هذه الشقة فيتسأل عن حقها أسأل الله عز وجل أن لا أحرمها الأجر إن كانت الأخت قد ساعدت زوجها في بناء هذه الشقة من مالها الخاص فلا شك ولا ريب أن لها حقا في هذا المال وإن كان الأهل قد أخذ هذه الشقة من ابنهم فواجب عليهم أن يردوا هذا الحق لهذه الزوجة فليس من حقهم أن يأخذوا حق هذه السيدة وإنما لا حرج إن قبل ابنهم أن يعطيهم حقه وأن يتنازلوا عن حقه لهم برضاه فجزاه الله خيرا ومأجور إن شاء الله تعالى أما حق الزوجة إن كانت قد ساهمت معه بمال من مالها الخاص فليس من حقه هو أن يتنازل عن مال زوجته لأهله ليس من حق الزوج أن يتنازل عن مال زوجته الخاص بها لأهله فإن تنازلت الأخت هي الأخرى برضاه فهي مأجورة إن شاء الله تعالى أما إن كانت لا تقبل ذلك فواجب على الزوج وعلى أهل الزوجة أن يردوا حقها إليها ولو كان ذلك مالا بقدر ما دفعته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب وأن يصلح البيوت إنه وليه ذلك والقادر عليه الآخر يسأل عن صندوق الرعاة الاجتماعية ويقول بأنهم يخصبون 30% من المرتب كل شهر ويعطون بعد ذلك مبلغا في آخر الخدمة ثم قال بأنه في صدره شيء من ذلك فسألته سؤالا مباشرا هل الاشتراك في هذا الصندوق للرعاة الاجتماعية إجباري والاختياري قال بل واختياري فلا حرج عليك إذن ما دم تجد في صدرك شيئا من هذا أن تترك الاشتراك في هذا الصندوق لا سيما وأن المسألة بالفعل فيها كلام لأهل العلم فإذا كان هذا الصندوق تابعا لصندوق التأمين والمعاشات وهم يخصمون من راتب الموظف إجبارا مبلغا من المال ليمنحوه معاشا شهريا بعد ذلك ومكافأة مع المعاش تعرف بمكافأة نات الخدمة فهذا لا شيء فيه ولا إثم فيه ولا حرج فيه بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى هذا من باب التعاون على البر والتقوى أما إن كانت صورة الصندوق الرعاة الاجتماعية كالتالي يخصم من كل موظف مبلغا من المال 30% أكثر أقل ثم يقوم على هذا الصندوق مجموعة من هؤلاء المؤسسين للصندوق أو المشتركين باستثمار هذا المال في مشروعات حلال بعيدا عن إداع هذا المال في بنك ربوي ثم نتج عن هذا الاستثمار أرباح لهذا الصندوق ثم توزع بعد ذلك هذه الأرباح بحسب رأس مال كل موظف فهذا لا إثم فيه ولا حرج فيه بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى والله تعالى أعلم وبذلك بفضل الله جل وعلا أكون قد وفيت الإجابة على كل ما طرح علي في هذه الحلقة من الأسئلة وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته